مرة أخرى برحب بدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة تقا دكتور منوبرنا الله أكبر إحنا من 8 سنين ماذا كنا وكيف أصبحنا ناري في مجال الغازة الطبيعية والنطب من 8 سنين انخفض انتاجنا يعني 2010-2011 كنا بننتج قرابة 6 مليار أدم مكعب في اليوم في سنة 13-14 انخفضنا إلى قرابة 4 فانخفضنا بحوالي تلت قدرتنا من الانتاج وده كان له سببين السبب أولاني ان احنا ما عملناش اتفاقيات جديدة وبالتالي دايما بتضيف اتفاقيات وتخش في الانتاج بتكتشف جزء منها بتخش في الانتاج وقدام اللي بيحصل التظاهر الطبيعي في الانتاجية بتقرابة الحاجة التانية ان تركمت علينا مديونية لصالح شركات الشريك الأجنبي في انتاج البتول والغاز وصلت 6.2 مليار دولار وبالتالي ابتدى يتوقف عن الاستثمار أو عن تنمية الأبار أو حتى عمل الصيانة وبالتالي انخفض الانتاج لأنه وصلت المديونية إلى درجة بيشك إن إمكانيتي بفيسة دا وبالتالي انخفض الانتاج ظهر ده في أزمة الكهرباء اللي ظهرت بالنسبة لنا فكان ده وضع صعب إن احنا فقدنا تلت انتاجنا وبيأثر على الكهرباء والصناعة يعني لأن الصناعة مستهلك كبير جدا للغاز كان الحل بقى كنا فيه الحل بدأ بمرحلتين مرحلة الأولانية هي معالجة أسباب الأزمة وكان جزء منها عمل اتفاقيات مع شركاء الأجانب لتجاد والت المديونية وسددها علشان يعيدوا الاستثمار تاني اتنين طرح اتفاقيات جديدة لعمليات البحث والتنقيب واللي تمخضت بعد كده في سنة 2015 عن حقل ظهر أحدها تالت حاجة بتاستيراد الغاز لحين ما نحل المشكلة لأن طبعا لما بيحصل انخفاض في الانتاج لا يمكن يقع استعاد مرة أخرى بصورة سريعة بياخد سنة اتنين تلاتة مع بال ما يقدر أنه يرجع تاني للانتاج فتم استيراد الغاز وكان كمان قرار مش سهل لأن كان أول مرة مصر تواجه موقف زي كده فما كانش عندنا وسائل للاستيراد فتم تأجير مراكب لقعادة تغييز الغاز المسال تم إنشاء ميناء مخصص لزهر في العين السخنة تم ربط الميناء بشبكة الغاز بتاعة مصر علشان نقدر نتمكن وصلنا في وقت من الأوقات زي ما حضرتك أشارتي إن إحنا بنستورد حوالي ألف واحد واثنين من عشر مليار أدم مكعب في اليوم اللي هو تقريبا حوالي ما بين 15 إلى 20% من إجمالي احتياجاتنا من الغاز استمر الوضع ده لغاية سنة 18 إنما النقطة الجيدة جدا أنه لما اكتشف اكتشف حقل الظهر سنة 2015 تم تنمية هذا الحقل خلال عامين بدأ ينتج 2017 عشان أدي حضرتك مثال حقل لبنثان في إسرائيل اكتشف 2009 ما دخلش على الانتاغي 2019 خد عشر سنين في تنمية الحقل إحنا نمينا حقل الظهر في سنتين وابتدى يخش الانتاج واستمرت عملية التنمية لدرجة إن إحنا وصلنا في 2000 طبعا مش ظهر الوحدة وباقي حقول أخرى وعودة الشركاء الأجانب وجود اكتشافات أخرى وجود اتفاقيات كانت توقفت زي اتفاق غرب اسكندرية وأعيد تاني إحياءه ده وصلنا إن سمن 18 أكتوبر 18 وصلنا اكتفاء الزاتي من الغاز ثم نتكلم النهار ده بقى على تصدير طيب مستشار الطاقة في البيت الأبيض السابق كتب مقال في شهر المنص الماضي تنبأ إن هيكون فيه أزمة عالمية في الطاقة ما حصدتش من السبعينات هل موضوعتي صحيحة؟ مقدرش أقول إن فيه أزمة موارد الطاقة موجودة ولكن ممكن سياسات الطاقة هي اللي تتسبب في نوع من الأزمة أولا إمكانيات الطاقة في العالم تكفي احتياجات العالم من الطاقة وبالعكس إن التطور التكنولوجي اللي بيحصل في العالم والتواجه نحو السياسات الخاصة بخبط الانبعاثات بتاع التغيرات المناخية بتؤدي إلى الإقلال الاعتماد على البترول والغاز في نفس الوقت موارد الطاقة المتجددة الحقيقة لمحدودة وبالذات في بعض الدول اللي عندها مثل هذه المميزات ولكن ما يعاني العالم هو نوع من التراجع عن فكرة الاعتماد المتبادل في الموارد واللي عنده موارد بيبيع لللي ما عندهوش موارد إلى تفكير دول كثيرة في الاعتماد الزاتي على نفسها ده قد يخلق بعض المشاكل في قطاعنا إنما من ناحية الموارد كأجمالا ما فيش أزمة ولكن الأزمة هي في السياسات الخاصة بالطلاق بس حصر اتفاع أسعار للبنزين في دول كتيرة جدا بينها إنجلترا يعني الناس بقت بتسيبها ربيعاتها خلاص ما ما بتسوقش ما دي أزمات سياسية هي ما كانش المشكلة إحنا طبعا تأثرنا يعني تأثرنا ولكن الحمد لله في ما خفف من هذا الأثر إيه السبب؟ إحنا مش حاسين أوين الحمد لله في تأثير وخايفين أنا سؤالي هل حنتأثر يعني ولا إحنا كده ماشيين صح؟ طبعا الدنيا بتتغير بسرعة يعني الدنيا بتتغير بسرعة بطريقة بحيث إن القدرة على التنبؤ أصبحت صعب جدا إنما على الأقل إحنا مستورد في البترول فإحنا نستورد بترول إحنا عملنا برنامج لتطوير مصافي البترول اللي عندنا ومعامل التكرير أدى إن إحنا بعندنا نوع من الاكتفاء الزاتي من منتجات البترول ولكن نحن نستورد البترول زي ما قلنا كنا بنستورد الغاز بقنا لا نستورد الغاز وانعكس الوضع بقنا مصدرين للغاز فتأثرنا بالارتفاع اللي حصل بأسعار البترول نتيجة لإحنا بنستورد وبنصدر بس استفدنا من ناحية أخرى من الأسعار اللي زادت جدا في أسعار الغاز ورجعنا مرة أخرى إلى سوق الغاز فإلى حد كبير ده خفف من الأثر اللي ممكن أن يحصل لنا أو حصل لنا نتيجة للزيادة في أسعار البترول اللي ممكن تقبل عايزين ننتهي فترة وجود حالات معنا وإحنا معنا تقرير عن محاطة بنبان الحقيقة كأحد أكبر طبعا محاطات الطاقة العملاقة في الطاقة الكهربية أعتقد هي إحدى النجاحات اللي حتقدمها مواصر فيه مؤتمر المناخ القادم إن شاء الله نتابع التأكيد ورجعنا كمال محاطة نتابع هذه محافظة أسوان جوهرة النيل التي تشهد محطة هامة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تعكس الأمال والطموحات في غد أفضل فعلى بعد 35 كم شمال غرب أسوان تقع قرية بنبان التابعة لمركز دراو حيث توجد محطة بنبان لتوليد الطاقة الكهربائية لتصبح الأهم في مجال المشروعات العالمية للطاقة المتجددة الذي سيقود صعيد مصر نحو التنمية الحقيقية في الجمهورية الجديدة تتمتع أسوان بدرجة سطوع شمسي عالية على مدار العام ما منحها ميزة نسبية لتكون أرضا للمشروع الذي صمم لإنتاج ألفين ميجاوط إضافية من الكهرباء للشبكة القومية الموحدة المحطة تقام على مساحة 37 كم مربع بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية وبتكلفة استثمارية بنحو 40 مليار جنيه مصر عندها أطلس بيقيس أو بتقيس من خلاله نسبة تعرض كل محافظة للشمس قد إيه ووقتها قد إيه عشان تستفيد منه في توليد إن شاء الله الطاقة الكهربائية استخراج الهيدروجين بعد ذلك وأيضا بتستفيد منه في تحليق نياه البحر إحنا عندنا كنز ربنا ادهونا يعني لما يبقى سبحان الله ربنا موزع أشعة الشمس على مستوى العالم وقدى مصر نعمة كبيرة جدا وفضل منه إن إحنا عندنا الحمد لله الأشعة الشمس جزء كبير جدا منها عندنا فإحنا بنستفيد قد إيه من أشعة الشمس يا فاندم والطاقة الشمسية هو طبعا زي ما حالك أشرت إحنا عندنا فرصة جيدة جدا وكان في مبادرة ألمانية كان اسمها Desert Tech كان فكرة الطاقة من الصحراء وأن يمكن أن يتم إنتاج الطاقة من جنوب المتوسط وتصدرها إلى شمع المتوسط وتم من خلالها دراسات كثيرة من ضمن هذه الدراسات دراسة أشارت إن 250 كيلومتر في 250 كيلومتر من صحراء مصر الغربية مكافية لإنتاج طاقة من الطاقة الشمسية تغطي احتياجات العالم كله طبعا ده من وجهة نظر نظر يعني أنا ممكن حسن إنما ده يوري قدي إيه حجم الإمكانية اللي ممكن أن تكون متاحة في هذا وليس فقط الشمس أيضا الرياح مصر تملك موارد جيدة جدا من الرياح ومش فقط في البحر الأحمر في الصحراء الغربية في المسلس الزهبي اللي هو بنتكلم عليه سهاج سفاجة إنا فمصر فيها إمكانيات من الطاقة المتجددة إجمالا سواء طاقات شمسية أو طاقات رياح الحقيقة تغطي احتياجات مصر ترجمة نانسي قنقر